أشهد ويشهد الجميع وأعتقد جازما أنه لا أحد مننا يطلب شيئا من الدكتور الخشت وهو يعلم ذلك جيدا وعلى قناعة به ولكني أقرر حقيقة أن ما جرى في سبع سنوات لم تشهده جامعة القاهرة منذ إنشائها منذ أكثر من قرن جامعة القاهرة كما قلت وأكرر قبل 2017 كانت شيئا وبعد 2017 سيذكر التاريخ المنصف أنها صارت شيئا آخر